السلام عليكم وتحديث في أمور جوالات هواوي وآنر فكل الكلام سوف نستخدم مصطلح هواوي وهي مجموعة هواوي فتشمل آنر وتشمل هواوي أذهب لآخر تصريح مهم جاء من جوجل وقالوا بأن الجوالات الحديثة الموجودة عند الناس من مستخدمين هواوي حصل على آخر التحديثات وآخر الإمكانيات وآخر التحديثات الأمنية سيتم إعطاء هذا النفاذ لكل الجوالات الموجودة حالياً هواوي لمدة تسعين يوم وهذا كان متحدث من شركة جوجل ما يعني؟ ستعرف أن تحديثات التحديثات الطبيعية ولم يختلف عليك أي شيء أمورك جيدة في التطبيقات وفي التحديثات الأمنية ولا عليك خلاف من أي ناحية ولكن بعد التسعين يوم ستتمدد التراخيص لإعطاءها أكثر لهواوي سيصلوا لحل ثاني وواضح من نفس الرسالة حق جوجل أن هم مهتمين بالمستخدمين كما هم مهتمين بهواوي كشركة يتعاملوا معه وبينهم اتفاقيات كثيرة أيضاً نذهب إلى الأمر الثاني الذي حصل بشيء رسمي من هواوي بأن الأمر الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس ترمب تجاه شركة هواوي يعتبر نوع من أنواع التنمر وأنه نحن نعمل بشكل قريب مع جوجل لتفهم الأمر الحالي وإيجاد مجموعة من الحلول للطريق للأمام يعني هناك اهتمام من نفس هواوي لأنه لا يتأثر البزنس ويأتيكم معلومات صادمة بأعطيكم معي خلال هذا الفيديو إيجاد لكم تسمعوا وتشاهدوا هذا الموضوع كما نتوقع أيضاً، هناك شركات بدأت تقاطع هواوي تبعاً للأمر الذي طلعت في الولايات المتحدة الأمريكية بنصح حلفائها بأنهم يقاطعوا التعامل أحد الشركات المهمة هي أرم أرم هي الشركة التي تساند في تصميم المعالجات الأساسية فأرم قطعت تاينز قطعت العلقات مع هواوي على أساس أنه من الآن لا تنحل الأمور أيضاً شركات أخرى تبعتها بانا السونيك من اليابان دعونا نقول الدول، اليابان بعض الدول الأوروبية وأمريكا هذه الثلاث مناطق التي حدث فيها أشياء، كوريا لم يكن في أي شركة اتخذت قرار وأيضاً حلفاء ثانيين تايوان وتايوان، هذا كله في آسيا، لم يحدث شيء عليهم فأيضاً مشغلين بريطانيين يعدلوا الخطط لإطلاق الـ 5G حقتهم فالـ 5G يخرج مع بعض الجوالات، فالجوانات من هواوي يمكن لا يشملوها في الإطلاق الذي يحدث ولو ذكرنا بعض الـ Voodafone EE، هؤلاء المشغلين موجودين في بريطانيا، فقعدين يتخذوا إجراءات ولكن الـ 5G سيستمر كل شيء سيستمر لماذا أتكلم الـ 5G؟ لأن أحد صناع تقنيات الـ 5G بشركة هواوي أذهب إلى أمر الثالث، سوفت بانك من اليابان وأيضاً، سوفت بانك اتخذوا إجراءات أن أجهزة هواوي المحمولة للمستخدمين سيبدأوا يوقفوا التعامل معها إلى إجراءات أخرى وأيضاً، شركة اتصالات في التايوان اتخذت نفس الأمر، أنه الديفايسات نفسها ولكن الشبكة تستمر في العمل لتطوير 5G وكل شيء مستمر مئة في المئة وأيضاً، قسم التجارة الأمريكية يدرس تخفيف العقوبات على هواوي هذا القرار الذي تظهر فيه ترامب ونفس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التجارة يدرسوا تخفيف الأشياء التي تظهر على هواوي لماذا يحدث في هذه الأمور؟ لماذا هذا الزخم من الإعلام؟ والحرب الاقتصادية بين أمريكا على هواوي بالتحديد هناك شيء حدث بين أمريكا وبين الصين تجارياً، ولكن هواوي لماذا بالضبط؟ بعض الأشياء على هواوي، الآن هواوي طلعت من أكثر من ثلاثين سنة، لا، هذه قسم الدفايسات التي يعتبرها عمر صغير، الأجهزة المستخدمين عمرهم صغير أما الشركة نفسها طلعت عام 1987 وكانت بدايتها أجهزة اتصالات مع اتصالات التسعى الأمر إليه ما صاروا شركة عملاقة في مجال الاتصالات تغلبوا على إيريكسون عملاق الاتصالات الأوروبي في عام 2012 الموضوع صلوا سبع سنوات، تغلبوا عليه في قطاع الاتصالات وأيضاً بدأت هواوي وقتها تعمل على تقنيات 4G وجاء بعدها 5G تقنيات 4G وال5G تمتلكها مجموعة ضخمة من الشركات فلا يوجد شركة واحدة تمتلك جميع براءات الاختراع للـ 4G أو 5G ولكن كلما زادت براءات اختراعك، كلما تعرف أن هناك قابلية ناس كثيرة يستخدموا هذه البراعات وماذا يأتي من المقابل؟ رويلتي، يأتي أموال مقابل استخدام هذه البراعات فهنا تبدأ القصة تتفكك قليلاً لماذا هواوي يحدث فيها وقبل أن أوضح هذا الأمر، أعطيكم أيضاً أمر آخر هواوي تتوسع في أعمالها، وهناك ثلاث قطاعات أعمال قطاع الأعمال الأساسي، قطاع الأعمال الناشية وأيضاً قطاع الـ Consumers قطاع الـ Consumers هي الجوالات التي نعرفها، اللابتوبات وأيضاً الراوترات التي تأتي في بيوتنا هذا القطاع ينمو خلال السنين، عام 2017 نسبة الأرباح من أجهزة المستخدمين في الثلاثينات والنسبة الأكبر من أرباح الشركة من قطاع الاتصالات الأعمال نفسها، فهنا كانت فوق الخمسين المعادلة تغيرت أيضاً في عام 2018، فجابت هواوي أكثر من 48% من قطاع المستخدمين الإرادات من قطاع المستخدمين كانت حوالي 48% من إجمال الواردات وأيضاً ما زال قطاع الاتصالات هو الذي فوق الخمسين، أموره تمام وقطاع الشركات الناشية أو العمال، هذا شيء بسيط وأيضاً يجب أن أوضح أن السوق الصيني يشكل أكثر من 50% من إرادات الشركة على مر السنين وأيضاً منطقة الشرق الأوسط جداً مهمة، ففيها أرباح تصل حوالي للثلاثينات الولايات المتحدة الأمريكية كم النسبة ما عمرها زادت عن 6 وكسور ما وصلت للسبعة، أي عام الماضي، أي عام الذي قبله هذه الإرادات التي تأتي من السوق الأمريكي فإذاً السوق الأمريكي لا يوجد أرباح ضخمة من ناحية الأعمال حقهم أأتي الآن على حرب الاقتصادية الواقعية مع هواوي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، لديهم أكبر شركات الأنظمة حق المستخدمين والجوالات فلو تكلمنا عن مايكروسوفت، لديهم نظام مايكروسوفت والذي منتشر عالمياً أيضاً نتحدث عن جوجل، لديهم نظام أندرويد منتشر عالمياً في جوالات متاحة لكل الشركات وأيضاً لديهم أبل، لديها نظام آي او اس المتاح على جوالات الآيفون، غير أنظمة أخرى ماك او اس الأنظمة الثانية التي لديهم، ولكن هذه غير متاحة لخارج منظومة أبل فنضع أبل على جنب الآن ونركز على مايكروسوفت وغوغل هذه الشركات تتيح رخصها للشركات الخارجية الشركات الخارجية تصبح تعطيهم أموال وبالمقابل يستخدمونها الرخص والرخص تمتد يستفيد منها جميع المستخدمين فإذاً، إمكانية الوصول للناس في العالم فيها دائرة أمريكا من خلال شركات السافت وير العملاقة الموجودة عندها أذهب للصين، والصين لديهم قوة ضخمة في التقنية والتصنيع تقنيات الاتصالات تطور الموضوع آخر كم سنة، وصار لديهم قوة عملاقة في مجال الاتصالات مما أتح لهم براءات اختراع ضخمة أتكلم على إختراعات 5G وابتكارات 5G نسبة 14% منها لأمريكا تقنيات 5G نسبة 14% من براءات الاختراع لأمريكا والشركات التقنية الكثيرة التي موجودة في أمريكا نسبة 14% لفنلندا، فنلندا عمالقة اتصالات نوكيا التي يعمل أبراج غير الجوالات ايضاً 25% لكوريا، كوريا لديهم سامسونج لديهم إمكانيات كثيرة، كوريا الجنوبية وأيضاً 34% من براءات الاختراع المخصصة للفايف جي الباتنس موجودة للصين نسبة 15% من براءات الاختراع العالمية مملوكة لها واوي فأي واحد يحاول يستخدم 5G قطاع الاتصالات سيجد جزئية ضخمة رايحة للصين وجزئية ضخمة رايحة لهواوي فهنا هواوي أيضاً تلعب معادلة ضخمة في 5G الذي هو مستقبل اتصارات العالمي فالخناق الذي يزيد على هواوي من المتحدة الأمريكية بإتاحة المنظومة حق السوفتوير للبرامج لباقي العالم خناق جداً صعب ولكن بالتالي أمريكا في وضع حاجة تطوير تقنيات 5G وليس يتمموا تقنيات 5G ويطبقوها بشكل صحيح إلا إذا كان عندهم تقنيات بعضها سيكون من شركة هواوي فلماذا الحرب الاقتصادية والإعلامية الضخمة التي تحدثت على هواوي؟ ولماذا هواوي يرد المؤسس لأب روحي لهذه الشركة يقول للولايات المتحدة واضح أنها لا تعرف القدرة حق هواوي؟ معقول رئيس الشركة يرد على دولة الرد هذا في إن في الموضوع وأيضاً تبيعات الأمور علينا المستخدمين عرفناها في الجوال وإلا ما تضبط حلول بين الشركات هذا الأمر أنا لماذا أقوله؟ لأن لو رجعت للتاريخ سأجد أن هناك أكثر من شركة وجدت فيها نفس المشكلة وقالت أنه أنا قاعد أتطور وأكبر والنظام حقيقي ليس مملوك مني ودائماً كانت أندرويد هذا هو النظام الذي ليس مملوك منها بلاك بيري الكندية حوالي يستحدث النظام حقهم وفشلوا في الموضوع إلي ما تبنوا الأندرويد وبعدها مشت الشركة إلى ما طاحت نوكيا قاومت بشكل كبير في نظام السيمبيون وما تبنت نفس الأندرويد وكلنا كنا نقول لو جاءنا جوال بعتاد نوكيا بنظام الأندرويد وقتها كان ينتشر انتشار ضخمها الشيء ما صار وراحوا مع مايكروسوفت وهي شركة أمريكية وصار مشاكل عليها وإلي ما عرفنا أن نوكيا ليس موجودة في اللعبة الأساسية في مشغلين الأنظمة الكبار في العالم وأيضاً المعادلة صارت مع سامسونج فكان في سنة من السنوات عام 2013 و14 مصطلح جالاكسي هو المصطلح الغالب على نظام الأندرويد فالناس لا تعرف أندرويد كانت تعرف جالاكسي الشيء الذي صارت اتفاقيات ومشاكل وأخذوا عطا بين شركة جوجل وشركة سامسونج في النهاية صارت بعض الاتفاقيات من الاتفاقيات التي صارت بينهم أن يوم أن تشغل جهاز السامسونج يطلع لك باورد باي أندرويد بقوة من أندرويد ويبين لك أنه أندرويد من نفس الشركة الأم وما زالت هذه الأمور مستمرة وسويت لكم فيديو كامل موجود على القناة على المناقرات بين جوجل وبين سامسونج الموضوع الحالي بين هواوي وولاية المتحدة الأمريكية أراه موضوع إعلامي اقتصادي بحث لسه هناك نتائج جداً كثيرة عليه هم ضروا الأسهم وضروا أكيد نفس هواوي كشركة أم بسمعة حقتها تتكلم على مستخدمين يشيروا الجوال جوال يدافعين عليه آلاف ريالات فيبغى يتطمن أن هذا الجوال يحصل على كامل الخدمات والامتدادات له حرمانه من جوجل حرمان عظيم أكيد وسيخسر فهواوي تتأثر من هذه النقطة بمسألة ثقة العملاء وأيضاً إذا حضرنا جوجل ونظام الأندرويد في المعادلة سنجد أن هناك مشاكل يطيح على جوجل لو نفس هواوي ما تبنت النظام وكستمرت عليه لأنه حالياً هناك 2.5 مليار هاتف بنظام جوجل في العالم وهواوي في أكثر دول العالم هي المركز الثاني أو الثالث في عدد أجهزة الجوال المباعة أونر وهواوي يبيعون أكثر شيء في المركز الثاني والمركز الثالث حول العالم في أكثر الدول عندنا في المملكة العربية السعودية هم المركز الثاني والمركز الأول سامسونج في أكثر دول العالم والمركز الثالث أبل فالمنافسة الضخمة الموجودة على شركة أبل وهنا أخذتها منافسة جداً ضخمة وإذا استمر حال التطور الضخم في خطاع الاتصالات والكونسومر والمشغلين نفسهم والخلاف الذي موجود عندنا بين شركات أمريكية وشركات صينية خلينا نزيد للمعادلة لأن أمريكا لديها اقتصاد ضخم وقوي من اقتصاد حقها لعيبة كبار في مجال التقنية هؤلاء اللعيب الموجودين عندهم منهم شركة أبل التي نزلت عالمياً من المركز الثاني للمركز الثالث وصبح هناك منافس ضخم عالمي هو هواوي هذا المنافس يحارشهم على الحصة السوقية حقتهم فالمعادلة أكبر من أمريكا والصين لا، هناك أشياء أكثر وتنكشف مع نفس الأيام وملاحظين السيناريو قاعد يتطور لماذا طولت عليكم ولكن هناك نقاط كثير في الموضوع ولكن لازم نوضحها وحبيت اوضحها معكم نهاية الفيديو وكل فيديو قلنا انا اشراك وكيف تنحل القضية بين هواوي وبين اندرويد والولايات المتحدة الأمريكية في التعليقات ونهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغررك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله